بدأ اليوم تفعيل التعديل على الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء كورونا في البحرين وذلك بعد دراسة الوضع الصحي فيها مع متابعة نسب الإشغال في المستشفيات والعناية المركزة للحالات المصابة بالفيروس ومن أبرز الإجراءات التي بدأ العمل بها توقف نشر التقرير اليومي لتطورات الوضع الصحي في مملكة البحرين والخاصة بفيروس كورونا وإغلاق مراكز الفحص من المركبات وتحويل الفحصات للمراكز الصحية وتقديم جميع الخدمات الصحية العلاجية المتعلقة بالفيروس في موقع مركزي واحد وهو مبنى صحتي بمجمع السلمانية الطبي ترجمة نانسي قنقر